موسيقى في خضمها التمديد هذا بالرغم أنه نهار 31 أكتوبر الرئيس الهيئة على المستقلة للانتخابات في تصريح قال أنه الترشحات التي تم قبولها في مختلف الدوائر المخاصة لقبول الترشحات تغطي المقاعد لكل 255 مقاعد فيما يخص الانتخاب المباشر وإلا 279 مقاعد فيما يخص لعملية القرعة حسب التمييز الإيجابي لأصحاب ذوي الإعاقة الأسباب في عملية التمديد يجينا القرار من الهيئة التي تم إصداره نهار 1 نوفمبر يقول أنه تمديد الأجال 6 أيام بعد الفترة المخاصة للترشحات ولينا نحكي على 6 نوفمبر في بلاسة 1 نوفمبر رغم أنه الإحصائيات والمعطيات الأولية التي تم تقديمها تغطي المقاعد لذلك هنا الأسباب التي أعنل عليها المطق الرسمي للهيئة العلية المستقلة الانتخابات في تصريح البارح ما كانتش غيالما مقنعة دونك بتدخل المجتمع المدني في عديد التساؤلات وإلا حتى المواطن اللي يتسائل في الأسباب الأساسية والرئيسية لعملية التمديد ومن دوره في بعض القراءات يقول أنه حتى يتسمع أنه مس من مبدأ العدالة مثلا مترشح كان نهار 1 نوفمبر في مخه أنه سيه تم الفوز مدعه لخطر هو مترشح الوحيد على الدائرة هذهكة وكما قوله سيه في مخه أنه هو مترشح يلقى روحه في عملية التمديد مع إمكانية أنه يصير قبول ترشحات أخرين على الدائرة الانتخابية هذهكة مس في حظوظه للترقب عن تاري الفوز ومس بالمبدأ العام للعدالة ومبدأ المساواة مبينة المترشحين حسب المعطيات الأولية اللي عنا فيك أنه توا ولينا نحكيه على تمديد مع إمكانية فترة قبول الترشحات وليت نهار 6 نوفمبر حالياً عنا 7143 مطلب مقبول أولياً لدى الهيئة يغطي إلى 2155 مقعد معنى الدائرة الانتخابية وكيف يغطي إلى 279 مقعد كقراءة أولية أنه حسب المعطيات عنا 61% يعني قراءة 62% من المطالب المقبولة مترشحين متاحهم ذكور يعني عنا أقل من 30% من المطالب نيسي لذلك يعطينا فكرة على المجالس المحلية تنجم وتكون عندها تطبع ذكوري عنا 21% من المطالب مقدمينها شباب لذلك هنا عنا نسبة ضعيفة من الشباب اللي قدم على الترشح ومطيعوا الانتخابات المحلية لذلك هنا رغم الحمالات اللي هي كانت معنى استراتيجية لتحفيز الفئات الشباب والمرأة اللي كنا لقاوا هنا عنات مطالب ضعيفة ومحدودة بالنسبة للأصحاب ذا والإعاقة عنا 982 مترشح مقدمين في آلية القرعة اللي هم حبوا يمشيوا بالتمييز الإيجابي ويقدموا المطالب متاحهم لذلك كقراءة أولية في انتظار أنه يكون عنا المعطيات النهائية اللي تخص فترة الترشحات عنا نسبة ضعيفة لمشاركة الشباب نسبة ضعيفة لمشاركة المرأة نسبة كبيرة للمترشحين ذكور في انتظار أنه تتسكر فترة الترشحات ونطالبوا كيف كيف الهايئة كمجتمع مدني أنه يتم نشر المترشحين المقبولين حسب الأعمار وحسب الفئة التاحب بش يمكنونا من قيام بعض التحليد الكامل اللي عملت الترشحات هو أكيد بش يكون السبب الرئيسي فيه علاقة أول حاجة بنظام الاقتراع إنه اللي عنا نظام اقتراع على الأفراد ما عادش عنا نظام اقتراع على القائمات اللي كان يمكننا من مربوط بعلاقة بالترشحات فرض الترشحات على المرأة وإلا على الشباب كي كانت عنا قائمة مثلا يقول لك التنصف العمودي وتنصف الأفقي اللي من دوره يعطينا أكثر عدد من الترشحات كيف كيف مقتضاء المرسوم عدد ثمانية اللي يغير بعض النقاط في علاقة بالترشحات على غيرار القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 إنه كان عنا من شروط الترشح 18 سنة ولا عنا 20 سنة إنه كيف كيف من شروط الترشح نقطة إنه إزدواجية الجنسية اللي عنده إزدواجية ما ما عندهوش الحق يترشح بعض الشروط الأخرى كانت من دورها تأثر على عملية الترشحات هذه حاجة الحاجة الثانية كيف كيف إنه الجو العام الانتخابي من بعد الانتخابات التشريعية والاستفتاء من بعد ما 25 جويلية عنده علاقة في مباشرة وإلا غير مباشرة بفترة الترشحات للانتخابات المحلية في ظل إنعيدام صلاحيات نشر الصلاحيات والتنصيص على صلاحيات المجالس المحلية هذا من دوره أو الحاجة يعطي ضبابية في علاقة المجالس المحلية بالمجالس البلدية ومن دوره كيف كيف يأثر عليه عملية الترشحات خطر إنسان مش يترشح وما يوش عارف روحه وشنية صلاحيات اللي بش تكون عنده ينقص من الحوافز اللي بش تكون عنده بش يترشح الحاجة الثانية كيف كيف إنه ما فماش صورة وافحة على مقال مجالة الجماعات المحلية اللي من دورها اللي ما تمش إلغاءها اللي هي مزيل سيرة المفعول اللي عنا بمقتضاها مجموعة من الصلاحيات اللي تخص المجالس البلدية في ظل إنعدام الصلاحيات التنصيص على صلاحيات المجالس المحلية ينجم يكون السيناريو فما تنزع الاختصاص بين المجالس المحلية والمجالس البلدية الحاجة الثانية تتنوع السيناريوات في ظل تعاطي المشرع فيما يخص النقطة هذه بين تخصصات المجالس المحلية والبلدية ينجم يصير السيناريو متع تنزع الاختصاصات ما بينهم موقف مراقبون كان واضح من ما بعد 25 جوليو 2022 حديث اتخاذ القرار أنه قاعدين نعيش في انتخابات بمقتضى مراسيم استثنائيات الوضع الاستثنائي وكيف كيف الاستثناء والتعديلات بمقتضى مراسيم وإلا بمقتضى قرارات أنه نلقاو عنا كلك السواء من خلال التشريع وإلا الهيئة المشرفة على انتخابات أنه نلقاو رزنامة يتم تعديلها بقرارات وإلا تعديلها ببلاغات وإلا تعديلها بمقتضى أسباب غير واضحة وغير معنتها بطريقة غير تشاركية مع الأطراف المعنية بالانتخابات هذا يخلي أنه المسار يكون استثنائي مثل مسار فيه عديد التعقيدات وغير مستقر معنتها من الانتخابات الاستفتاء 25 جولي 2022 نفس المنوين القاعدين نعيشوا فيه في التجربة مع الانتخابات المحلية كيف كيف يمكن ننصه على أن الوضع اللي يخص الانتخابات المحلية عنده بعض التشابة في علاقته بالانتخابات البلدية لأن الانتخابات البلدية تم إصدار مجالة الجماعة المحلية أيامات قبل الانتخابات نحن في شهر قبل الانتخابات العبيد المترشحين لا يوجد فكرة على صلاحيته وإلا فما نص يؤثر ما هي صلاحية المجالس المحلية يخلي المشهد العام في توتر وفي ضبابية الحاجة الثانية أنه كنا نلقا ورواحنا من الانتخابات 2020 أنه نلقا مثلا إيجال يصير تمديدها ولا قاعدة التمديد معنى الاستثناء متع التمديد ولا قاعدة عامة في المسار الانتخابي في دوره أنه يأثر على المشاركة يأثر على التمثيلية ويأثر على الجو العام لنظم الانتخابات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة